بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين زرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا موزرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فزلوا فيه يعرجون نقولوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بلوجا وزيناها للناظرين وحفزناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتمعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواكه فأنزلنا من السباء ماء فأسقيناكم هو معتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوالثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من سلصار من حماء مسنون والجان خلقناه من قبل من ناري السموم وإذا قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من سلصال من حماء مسنون فإذا صويته ونخفت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من سلصال من حماء مسنون قال فخرج منها فإنك الرجيم وإنا عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فانزرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من الموزرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لو زينن لهم في الأرض ولأغو وأنهم مجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغابين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنة وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرن متقاملين لا يمسهم فيها نسب وما هم منها بمخرجين نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو الغذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذا دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أمسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا لا لوت إنا لمنجوهم مجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء لوت المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتب أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامدو حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفتحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعليا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها صافلها وامترنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتغتمنا منهم وإنهما لبيمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاسفح السفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفظ جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير مبين كما أوزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عزين فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يديق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين